بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيام أفضل الأيام وليالي أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقياما حرما غفران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشة وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم وغطوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الإستماع إليه أسماعكم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوا ويلبيهم إذا نادوا ويعطيهم إذا سألوا ويستجيب لهم إذا دعوا أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم واعلموا أن الله أقسما بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عطقون سمه ومغفرة لما مضى من ذنوبه قيل يا رسول الله فليس كلنا يقدروا على ذلك فقال صلى الله عليه وآله اتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشربة من ماء أيها الناس من حسنا منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه ومن وصلا فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى سبعين فريضا فيما سواه من الشهور ومن أكثر فيه من الصلاة ومن أكثر فيه من الصلاة عليه فقل الله ميزانه يوم تخف الموازين ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحا فاسألوا ربكم ألا يغلقها عنكم وأبواب النيران مغلقا فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم يا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين شكرا للمشاهدة شكرا